لكن كالعادة طبعاً كلامنا بيكون عن النادي الأهلي ولما بنكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي بيطول الكلام معاه السنة دي كان موسم استثنائي للنادي الأهلي كان موسم استثنائي في كل شيء موسم سيتذكر كل الأجيال وموسم هيظل في تاريخ النادي الأهلي في كل الإنشاءات في كل البطولات الحالة النادي الأهلي سواء في كرة القدم أو في ألعاب الصلاة علشان كده بقول لحضراتكم موسم استثنائي موسم السسنائي علشان كده كان ليه تخطيط من بداية الموسم السابق لما تم إراحة اللاعبين علشان عينينا على الحاضر وعينينا على المستابل وعينينا على المستابل اللي احنا فيه السنة دي ما شاء الله النادي الأهل بيحقق خمس بطولات بداية لما دخل الموسم أمام نادي الزمالك وقدر ياخد السوبر المصري بعدها كاس مصر أمام بيراميدز بعدها السوبر المصري مرة أخرى أمام بيراميدز بطولة أفريقيا وزي ما احنا شايفين في الصورة معانا دلوقتي درع الدوري المحبب وشايفين كل الكؤوس وكل البطولات اللي خدها النادي الأهلي بقول لحضراتكم خمس بطولات السنادي وموسم الثسنائي للنادي الأهلي بنحي طبعا فيه في البداية جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي اللي كان ليه مواقف مهمة جدا على مدار الموسم مواقف دايما مسندة لمجلس الإدارة مواقف مسندة للعبين مواقف مسندة لكل الأجهزة علشان كده تلاقي عظمة النادي الأهلي إن عنده جمهور عظيم دايما ما بيشبعش بطولات وعندنا مجلس إدارة دايما بيكون على الحدث وموجود في الأحداث كلها أول بأول من صفقات من إنشاءات من تدعمات من دايما حتى لو فيه سلبيات الناس دايما بتجتمع وتسلح على طول أول بأول ودايما مجلس إدارة بيحترم جمهوره علشان كده شفنا موسم كبير جدا ورغم كل الإنجازات اللي احنا بنشوفها في الموسم العظيم ده الموسم اللي هتذكره التاريخ ودايما هكون محفور في التاريخ بكلام وسطور من دهب